أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخرى عزائي المشاهدين طيب التليفون جاهز يا شباب معنا صح؟ طيب من تونس دكتور جمال حاجي مدرب ومحلل فني تونسي دكتور جمال أهلاً بيك طبعاً على شاشة قناة اليد الأهلي مساء خير كافة نسلية بتحييلك تحييلكم متابعين الضيوف كتيراً أهلاً وسهلاً بحضرتك لسه كنا بنتكلم عن عمق العلاقات المصرية التونسية أو الأهلوية الترجوية في دائماً تظل هذه العلاقات علاقات محترمة سواء في استقبال رائع ومحترم لبعتة النادي الأهلي في تونس أو العكس في مصر صحيح أحنا كأعلميين وكرياضيين متابعين لصول بعض الترجل والاستقلال الراقي جداً الذي حظي به فريق الترجل وهذا مش غريب عن تخوة في مصر وعلى فريق عريقه كبير جداً مثل الأهلي وكما ذكرتم كابتن إسلام العلاقات عريقة ووطيدة جداً بين الترجل والأهلي وبين الشعبين الشاكيقين المصري والتونسية طيب دكتور جمال مباراة مهمة مباراة نهائية لسه كنت أتكلم مع ضيوفي على شكل الترجل في هذه المباراة وشكل النادي الأهلي في هذه المباراة الكل راح أنه الترجل كان لا يريد إلا أن يخرج من المباراة الأولى وكمان المباراة الثانية بدون أهداف يعني مش شاغل دماغه قوي أنه هو عايز يحرز أهداف من وجهة نظرك هل ترى أنه ده صحيح؟ هو أولا أنا كنت متابعكم طبعاً وتحيي لذي يفكي كرام مرة أخرى هو في الحقيقة خلينا نتفق في شيء مهم جداً في ميدان التحليل كرة القدم بثيفة عامة أنه كل مباراة لها حقيقة ما فيش تشابه أنا كنت متابع في التخوة وكل المباراة للترجل مباراة أهلي في القاهرة تختلف تماماً على مباراة أهلي في رازس تختلف تماماً على مباراة سانداونس في كريتوريا في تونس مباراة أساك مباراة الهلال السوداني هذا كل مختلف كل مباراة لها حقيقة لكن هذه الحقيقة تستند إلى مجالات مهمة جداً في كرة قدم مثلاً الجانب الزهلي الضغط سيكون على الأهلي لأنه هو مطالب أمام جيمهيرو أن يسرع في التسجيل في المباراة المنتظرة بأنه كل ما تأخر الآن في التسجيل الضغط سيكون أكبر والترجل سيأخذ أثقة أكثر في الجانب البدني بعد الجانب الذهني أنا لحظ في مباراة رادس تراجع كبير جداً في المستوى البدني خاصة لإمام عشور شحات سيطاو وفي المقابل كان هناك حضور لرامي ربيعة وخاصة مرويه العطية نفس الشيء تراجع على مستوى الشعلاني الذي غاب في الفترة الأخيرة على المباراة أيضاً حسين تقالي غادر المباراة لكن هناك لاعبين مثل مرياح أولو كانوا حاضرين جداً على المستوى البدني إذن هناك حقائق مخالفة جداً وتكتيكات سوف تكون مخالفة سواء من جانب كولر أو من جانب كاردوزو المباراة القاهرة عندها حقائق أخرى لم تكن مطروحة سابقاً لأنه كما ذكرت سابقاً هناك خصوصية لكل مباراة لكن المعروف أنه التراجع سيحاول إعادة سيناريوهات لكن ليس بنفس الآليات مثلاً سيناريو مباراة سانداونز العودة في بريتوريا هو اختيار تكتل الدفاعي والنعب على الهجم المعاكسة وهناك وذكر أنه سانداونز قدم مباراة في أعلى مستوى سواء في رادس أو في بريتوريا لكن هذا الفريق القوي لم يتمكن من التسجيل على الدفاع القوي بالنسبة للتراجع في المباراة الأخيرة ضد الأهلي الأهلي سيطر في جل رادهات المباراة وكانت هناك أخطاء دفاعية كادت أن تكون قاتلة بالنسبة للتراجع هذاك عليش خلطانة منذ البداية أنه كل مباراة لها حقيقة حقيقة مباراة التهرة أنه الأهلي كما ذكرنا سوف يحاول أن يسجل في أسرع وقت ليسيطر على المباراة وبلغة الكرة يقتل المباراة والتراجع سيحاول أن يكون هذا ويمتقص كما ذكرتم كنتم تبعكم كما ذكرتم سيحاول أن يمتقص القوة الهجومية للأهلي لكن الآن حتى الأمور معناها الإحسائية اللي ذكرها الأخوة هي في الحقيقة صحيحة أنه التراجع كان أكثر انتصار ومتفوق في الثنائيات على الكرة الثانية كان التراجع أخذها لكن المشكلة ليس أنك تفوز بالثنائيات أو بالكرة الثانية هو المشكلة أين يجب عليك أن تفوز بالثنائيات والكرة الثانية نحن نقول يعني منطقة استرجاع الكرة منطقة الترانزيشن هذوما لم يكونوا واضحين عند التراجع وكانوا متأخرين شوية وملتسقين قليلا بالدفاعات نفس الشيء من جانب الأهلي أنا لم أشاهد تنشيط هجومي واضح من قبل كولر ثم حتى على مستوى التغييرات كولر أعتقد أنه قام بخطأ عندما أخرج إمام عشور اللي كان من أبرز اللاعبين حسب رأيي أنا شخصي رغم تراجعه في المستوى البدلي لكن هذا اللاعب كان له ثقل كبير جدا على دفاعات التراجع هل كان كاردوزو موفق في إخراجه لأنساس أفضل لعب في هذه أو واحد من أفضل اللاعبين في هذه المغاربة بالنسبة للتراجع؟ طبعا لأنه في الحقيقة كاردوزو المشكلة هو أن الشغل الشاغل في التراجع هو العمق الهجومي اليوم في التراجع ليس لنا مهاجم يحول أنصاف الفرص إلى أهداف ليس لنا عمق على المستوى محور الدفاع ثم أنه لا ننسى أن أعتبرنا مباراة رادس من أبرز اللاعبين في هذه المباراة الجانب التراجع والأهلي هما رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم لكانوا في مستوى عالي جدا وبذكاء كبير امترسوا الهجمات لكن في المقابل كانوا في راحة لأنه كما كلهم ما فيش عمق هجومي بالنسبة للتراجع لأن التراجع قوته هو على الأروقة يانساس مشكلته الكبيرة وهنا سوف أذكر معلومة مهمة جدا تدخل في الاحتياجات حتى بالنسبة للوفق الكرام هنا يانساس يخير العودة إلى الخلف يخير اللعب الفرجوي ولا يذهب مباشرة إلى البوكس في الأخير يانساس ليس خطيرا على مدافعين في قيمة رامي ربيعة وفي قيمة محمد عبد المنعم أنا أذكر هنا الأخوة في مصر وحتى الأخوة اللي تابعونا في تونس نذكر القيمة التسويقية ليانساس ورودريك ورودريكاز ليست كبيرة كلاهما لها تجاوز 700 ألف يورو بالنسبة لللاعبين تعرف جيدا كابتنسان أنه أغلى لاعب هو اللاعب المحلي الدولي التونسي ياسين مرياح تقريبا قيمة تسويقية أكبر من زوز مليون يورو لللاعب هذا أنا نعتقد أنه اللاعب يانساس واللاعب رودريكاز رغم القيمة الفنية بتاحها نشح في التسجيل إلا ضد النوادي التونسية يعني في البطولة المحلية في الدوري المحلي التونسي لكن لم نشاهدهم إلى حد الآن على المستوى الإفريقي والإخوان كانوا يتحدثوا على نسخة التراجي عن نساف على الأهلي في الشمبيون مع المدرب التونسي القادير معين الشعباني وقتها كان هناك لاعبين من مستوى عالي جدا كيمة البادري وغيره والبليل اللاعب الجزائي اليوم حيث التراجي يفتقد ولذلك كردوزو يعي جيدا أنه ما عندوش نجوم ينجم غيره نتيجة مباراة ولذلك فهو مركز جدا منذ قدومه إلى حذير التراجي مركز على اللعب الجماعي وهنا مش ندفر بعض الأرقام في المباراة رادة في الأخيرة التراجي قام بربع 190 تمريرة وبـ 58 هجمة خسيرة بينما الأهلي قام بربع 130 تمريرة وـ 52 تقريب الأرقام متشابهة جدا لكن التراجي في أحدى مبارياته مع أساك ميموزا في رادة قام وصل إلى ثقف 700 تمريرة وسهيحكي ما ذكره لخيان ديوفوك كيراب أنه رأى عدد التمريرات مش يكون له وزن ثقيل في المباراة بتاع التهرة وكاردوزو معي جيدا هو من المدرسة البرتغالية ونعلم جدا أن المدرسة البرتغالية تعتمد كثيرا على التمريرات الكثيرة والتدرج نحو الوضوء وصبر كثيرا في التمرير أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال على كل هذه المعلومات